السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا موقعين كواسين جدا ترفع عليهم من ملف البي دي اف. ويتقول له الخاص للملف البي دي اف دوت يعني ترفع كتاب كامل وبعد كده تسأله في اي حاجة للكتاب دوت. يعني في مسلا دكتور في اي كلية كلية زراعة مسلا وبعد للنس تطلبه كتاب يرفعه الكتاب وبعد كده يقول له الموقع ده لخاص لنا الكلام دوت. طب سؤال معين طب قول لنا الحاجات بتزرع امتى? والاجابة كلها تجي من خلال الكتاب دوت. اول واحد هو معنى هقول له لوج ان. او لو انت ما عندكش كتاب هتبدأ تعمل كتاب. وبس ترفع الملف البي دي اف. ويتقول له جاوب لي على الاسئلة دي. طيب خليني اشوف ملف البي دي اف يكون مسموح لنا ان احنا نرفعه. مثلا ده كان من ترفيوه. وتسأله مثلا فيه اختصار في موجود هنا. ده عبارة عن ايه? اهوات ممكن بقى تقول له بعد كده اوبن. الكتاب موجود وانت بقى تقول له ايه? اي سؤال يفطر على بقى. تقول لي بقى بيتكلم عن ايه? فيجيب لك ملخص للملف فممكن يكون ملف كبير فهو يبدأ الاخصولة. ممكن فيه اختصار معاين انت مش عارف ما ممكن فيه اي سؤال اللي انت عايز تسأل فيه. يبدأ ان هو يجاوب لك على الاسئلة دي ايه. طيب فيه شات بدي اف برضو نفس الفكرة. ينفع مع الطلبة ينفع في الشغل ينفع في اي حاجة. مجرد ان انت ترفع الملف. وتبدأ تقول له استأل اي سؤال خاص به الملف دوت موجود في الملف دوت. هو يبدأ ان هو يجواب لك عليه. يعني ممكن ترفع له مسلا كتاب بتاع مثلا. هو يجي اي سؤال او اي حاجة استعرفها تتعلمها. يبدأ ان هو يجيب هي لك. بدل ما تفتح الملف وتدور فيه. لا هو يديك اللي جابه على طول الملخص بتاع عرضه. اه. بيقول لك اه مرحبا وبدأ يلخص لك الكلام وتقدر بقى تسأله برضو لخص لي. بيتكلم عن نواة. فده الملخص بتاع الكتاب اللي انت رفعته. ده كلام جميل جدا. ده كترة ممكن تعمل ايه بعد كده. انها خلاص مسموح ان الناس تسعين بشات جبتيه مش تدر تفيله. لكن ممكن تقول له نقش الكلام اللي انت كذبه من الشات جبتيه. يعني اقراك كلام كويس. ممكن تاخذ كوب بيست بغنوة اقراك كويس وكل مستعد ايه النقط اللي انت شايفها قوية او ضعيفة في الاجابة. وازاي انه هنحسنها وايه الحاجات اللي عجبتك ويه الحاجات اللي انت هبت انتكتها.